هاي شبابك يا وطن هاي ملامح ثورة غضبا قادمة تتحرك أكثر من جهة شعبية لتنظيم تظاهرات احتجاجية من المتوقع أن تكون الأقوى من نوعها منذ حراك تشرين عام 2019 ومؤخرا دعت حركة تطلق على نفسها متظاهري الشعب إلى تظاهرة عارمة في بغداد احتجاجا على سوء الأوضاع وفشل حكومة الإطار بعد عاما على تشكيلها في حل مشاكل البلاد وتنطلق التظاهرة التي دعت إليها الحركة المذكورة الأربعاء القادم من ساحة النسور بقلب بغداد للمنطقة الخضراء من أجل شروع بتنفيذ المطالب ومحاسبة الفاسدين واستبدال المقصرين بحسب بيان للحركة وذكر صحيفة العرب اللندنية أنه من المحتمل أن يقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وراء هذه الاحتجاجات ومع رواج البيان عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بدأت التكهنات حول من يقف وراء هذه الدعوة للتظاهر حيث لم يستبعد البعض أن يكون الصدر الذي يعاني التهميش ويبحث عن فرصة مناسبة لاستقطاب الأضواء والعودة إلى قلب الحياة السياسية في العراق خصوصا وأن البيان المذكور حامل بعض ملامح الخطاب السياسي الصدري واستبقت هذه الدعوات للتظاهر التي تتزامن مع يوم 20 أيلول تحشيدا ينظمه ناشطون في حراك تشرين لتجديد الدماء في الخط الاحتجاجي مع حلول مطلع شهر تشرين الأول المقبل وهو ذكرى انطلاق الثورة التي راح ضحيتها أكثر من 700 قتيل وقال ناشطون من تشرين لوان نيوز إن التظاهرات قائمة بموعدها في مطلع الشهر المقبل ولا صحة لتأجيلها أو تعطيلها ووفقا للصحيفة فإن الطبقة السياسية العراقية المتهمة بالفساد والفشل في إدارة شؤون الدولة ما تزال في مواقعها والأوضاع في العراق تزداد سوءا ما يعني أن الأرضية مهيئة لانفجار شعبي جديد أشد ضراوة من سابقه ترجمة نانسي قنقر